صباح الخير ومساء الخير لكل شبر من تراب القيروان اللذيذة الممتعة التي ألهمتني العديد من القصائد وليس من عجب أن يقول فيها علي بن عبد الغني الفهر الحصري أبو الحسن يعني القيرواني يا أهل ودي لا والله ما تكثت عندي عهود ولا ذاقت موداته لئن بعدتم وحال البحر دونكم لدينا أطرحنا في النوم زوراته ما نمت إلا لكي ألقى خيالكم وأين من نازل الأوطان نوماته الله الله شكري أصل تاني شعرنا اللذيذ إذن ابقى معنا سنتطرق إلى موضوع هو العنف والفلسفة في فقرة معنونة بعيادة الفيلسوف مع الأستاذ نجات الضفوي نتفاعل معا شكري ثم نعود إليك لنستمع إلى مقترح شعري من لدنك أستاذ نجات أهلا وسهلا شكرا مرحبا موضوع هذا العنوان هو عنوان مثير عنوان يطرح استفهامات العنف والفلسفة مقاربتك ثم نعود للنقاش معك طيب هذا العنوان الفلسفة والعنف أو الفلسفة ومقاومة العنف أو الفلسفة عالج العنف طيب هو في الحقيقة عنوان يرتبط ارتباطا مباشرا بواقعنا المعيش باعتباره واقعا تفشت فيه أشكال متنوعة للعنف وفي كل مجالات الحياة تقريبا نعيش عنفا سياسيا عنفا اقتصاديا عنفا معلوماتيا حتى عنفا اتصاليا ولذلك سنحاول أن نكشف عن موقف الفلسفة بالعودة بالطبع إلى أحد الفلسفة عن نكشف عن موقف الفلسفة من مسألة العنف واخترنا في هذا السياق موقف جورج جيزدورف باعتباره معاصرا في سنة 2000 وباعتباره أيضا فيلسوف وإبستيمولوجي تتلمذ على يد غستان باشلار وهو يصنف على أنه من أهم مؤارخي الهيرمونيتيقة أي التأويلية في مؤلف له بعنوان فضيلة القوة يذكر جيزدورف القول التالي عندما يشير إنما العنف جزع في العلاقة بالآخرين وينتهي به القول هنا إلى أن العنف ناتج عن الافتقاد إلى التوازن فالعنف هو أداة اليقين الزائف أي أنه تمويه لضعف يحس به المرء ولذلك يميز جيزدورف بشكل ما بين مفهوم العنف ومفهوم القوة فمن يمارس العنف ومن يقبل العنف يشتركان في لعبة تعيسة داخلها يتماهى الضحية مع الجلات وهذا التماهي هو الذي ينتهي إلى أن من يمارس العنف ومن يستسلم للعنف كلاهما عدواني الأول عدواني تجاه الآخر والثاني عدواني تجاه ذاته لذلك يصل جيزدورف في هذا السياق إلى التأكيد أن العنف يأس من الإنساني ليس من الإنسان وإنما من الإنساني وكأننا عندما نصل إلى حالة اليأس من أنه بإمكاننا أن نكون إنسانا نلتجأ إلى العنف وهذا الالتجاء إلى العنف هو ما يجعلنا نتبين أو ما يجعل جيزدورف يتبين أن ما يدرك بالعنف يظل عديم القيمة ما يدرك بالعنف يعني ما نناله عن طريق العنف أو ما نتحصل عليه عن طريق العنف يظل عديم القيمة لماذا؟ لأن العنف تدمير للذات ومن يعامل غيره باعتباره إنسانا أدنى يصبح هو نفسه إنسان أدنى من يعامل الآخر باعتباره إنسان أدنى يصبح هو نفسه إنسان أدنى ماذا يعني هذا؟ يعني أن التعنيف الآخر هو في الحقيقة تعنيف للذات نعم وإذا ما قلنا أن التعنيف الآخر هو في الحقيقة تعنيف للذات فهذا يعني أن العنف هو عدم تعقل وهو وهن يصيب الذات الوهن هنا عبارة نيتشية بمعنى الضعف الضعف هو وهن يصيب الذات والذات لتقاوم هذا الضعف الذي يصيبها وتقاوم هذه الهشاشة توهم نفسها بأنها تمتلك القوة وتقتدر على ممارسة القوة وهنا يكون العنف بمثابة القناعة نعم حتى أنا حان أرنت عندما تتحدث عن القوة وعندما تتحدث تحديدا عن علاقة القوة بالعنف تقول العنف هو أمل من لا حول ولا قوة له فإذا كان العنف من هذه الزاوية هو إهام بالقوة هو نكران لمبدأ الحياة لأن الحياة قوة فهذا يعني أن العنف يكون بالضرورة في هذا المعنى نقيض الحب جميل من جهة أن العنف ضعف وفي المقابل الحب فائد قوة العنف هو العنف هو ضعف والحب فائد قوة وفي هذا المعنى يذكر كارلي أنديرسون قوله التالي إذ يقول في الحذارة عندما ينتهي الحب نلجأ إلى العدالة وعندما تنتهي العدالة نلجأ إلى السلطة وعندما تنتهي السلطة ننتقل إلى العنف إذن العنف يأتي كحل لمن ليس له حل وبهذا العنف كما قلنا يتعارض تمام التعارض مع معنى القوة جميل لكن هنا يجب أن لا نخلط بين النظر الأخلاقية للقوة وهذه النظر الهرمونيتيقية للقوة لأنه عندما ننظر إلى النظر الأخلاقية مثلا مع جونجاك روسو في المسألة السياسية يعتبر أن القوة هي القوة المادية الفيزيائية التي لا صلة لها بالأخلاقية وهي هنا تتعارض تمام التعارض مع الحق على أساس أن الحق أخلاق في جوهره وهو ثابت والقوة لا أخلاقية وهي متحولة اليوم تكون عند شخص معين وغدا تكون عند شخص آخر وبالتالي من غير المعقول أن نبني الثابتة على المتحول جميل جدا إذن هذا في المستوى الأخلاقي أما في المستوى الهرمونيتيق هنا مع جيزدورف فإن العنف يكون في نهايته سلوك سلبي ومراضي وإذا ما تكلمنا عن العنف بهذه المعاني فإن الفلسفة تتقدم بما هي معالجة لهذا المرض ولذلك نحن في عيادة الفيلسوف ولذلك نحن في عيادة الفيلسوف كيف تعالج الفلسفة هذا المرض في الحقيقة عندما ننظر في تاريخ الفلسفة المعاصرة نجد معالجات كثيرة لهذا المرض فنشر ثقافة اللاعنف مثلا والتي ابتدأت حتى منذ غاندي وحتى مع إيريك فيل والاهتمام بمعاني التضامن والعيش المشترك والصداقة والهوية الإنسانية المركبة وإتيقة التواصل كلها مشاريع فكرية فلسفية تناهض العنف وهي مشاريع تجعلنا كما يقول جيزدورف نفهم الإنسان باعتباره شخص لا يكتمل إلا مع الآخرين وباعتباره لا يكتسب قيمته إلا داخل المجموعة وحتى كلود لي فيستروس له موقف في هذا عندما ينقض فكرة المركزية الثقافية الغربية ويعتبرها فكرة استعمارية لأن هذه الفكرة ستقسم الثقافات أو الحذارات إلى حذارة قوية لابد أن تظل هي المركز وحذارات هي هوامش مسيرها الاندثار إذا ما لم تنخرت إلى حد الذوباني في الحذارة المركزية التي هي الحذارة الغربية وهنا تطرح مشألة علاقة الهوية بالكونية وهو موضوع حذاري بامتياز نعم فالهوية أو الخصوصية الثقافية كما يقول تيلور لا تصبح ثرية ولا تصبح غنية إلا بالانفتاح على الآخر الثقاف نعم لكن هذا الانفتاح لابد أن يكون انفتاح مسيج بمعنى انفتاح لا يذهب إلى حدوده القصوى حتى يتحول إلى ذوبان إلى ذوبان إلى ضايع في الآخر وتلاشن فيه في الآخر نعم وإنما هو انفتاح بمعنى أنه انفتاح يجعل الخصوصية سبيل إلى الكونية المحلية من أجل العالمية أكون أنا موجودا وأنفتح عنك هذا الحد هو الفاصل بين ثبات الأنا وتلاشيه إن بقيت أنا مثلا متعاملا معك منفتحا عنك فأنا في إطار هذا الحد المطلوب إن أذبتني وضعت فيك فمعنى ذلك أنه الذوبان نعم هناك لودلي بيسروس يفتح حتى قوسا حول مسألة التواصل وآليات التواصل نعم يقول مشكلة واقعنا اليوم أننا نعيش إفراط في التواصل هذا الإفراط في التواصل خاصة مع وسائل الاتصال الحديثة نعم هذا الإفراط في التواصل كانت نتيجته تناسي بعض الهويات الثقافية لخصوصيتها نعم والإنحلال أو الذوبان في ثقافات أخرى وهو ما يولد ما يسميه تيلور أزمة الهوية إذن أنا أنفتحه عليك إذا ما اعترفت بي بشروط بشروط إنفتاح مشروط جميل أو إنفتاح مسيج واضح هذا الإنفتاح المشروط أو الإنفتاح المسيج هو الذي سيجعل إدجار مورا يتحدث عن معاني هامة في علاقة الأنا بالآخر وهي معاني إذا ما أدركناها وعملنا بها لا نسقط في لعبة العنف هذه المعاني هي وحدة الثقافة الإنسانية وحكمة العيش معا والهوية الإنسانية المركبة هذا الثلاثي المفهومي نلتقي معه بمعاني الصداقة والتعاطف والحب وهي معاني تجعلنا ننظر إلى الآخر لا باعتباره عدوا بل باعتباره أنا آخر هذا الأنا الآخر هو آخر مختلف عني لكنه ليس عدو لي ولا مجال لنفيه أو إقصائه معناها الهوية الإنسانية المركبة هي تلك الهوية التي تظهر فيها وتتماسك كل الهويات يعني كالفسيفساء التي يحتفظ فيها كل جزء بذاته ولكنها يعني ذوات تشكل هذا المشهد مشهد الهوية الإنسانية نعم هي هي اجتماع الهويات الذي ترحه بول ليريكور في السؤال التالي يقول بول ليريكور كيف يمكنني أن أنتقل من منظور ثقافي إلى آخر وأظل أنا واضح شكرا جزيلا إذن أستاذ رائع جدا ما تطرقنا إليه الليلة من تمييز بين العنف والقوة يعني السائد المتعارف عليه أن العنف هو القوة هو القوة هي العنف لكنها هنا برز ضدين فالعنف هو الزيف العنف هو ابتدال الآخر وبالتالي ابتدال الذات هو الدمار هو العدم أما القوة من هذا المنظور الذي ترحت فهو الحقيقة هو تثمين الآخر وتثمين الذات بمعنى البقاء بمعنى الوجود من أجل هذه الهوية الإنسانية المركبة عفوا هنا حتى النقد الذي يوجه إلى نيتشا عادة يقولون أنه فيلسوف القوة أو فيلسوف المترقة لأنه استعمل هذه العبارات لكن القوة التي يتحدث عنها نيتشا ليست هذا العنف السالب لما هو إنساني فينا بل بالعكس هي الضامن لبقاء استمراريتنا باعتبارنا كائنات لها قوة تسمح لها بالبقاء شكرا جزيلا سيدة نجاة الضيفاء وأعتذر منك لانقضاء الوقت معنا الشاعر شكري السلطاني شكري السلطاني ألو أهلا بيكو صالح لا شك أنك أصغيت إلى ما جاء في عيادة الفيلسوف فكيف يرد الشاعر على هذه المقاربة الفلسفية لمفهوم العنف والقوة ماذا تقترب علينا من شعرك؟ شكرا للمستاذة ودخلنا العيادة وبحول الله نخرج في سليمين فدور الفلسفة في صهم العنف معالجته طبعا دور كبير وهناك أيضا علاقة بين الطبيب والأديب هذا يكتب القصيد وذلك يعني يشرع في التضمير الله الله جميل جدا المقترح الشعري شكري والله المقترح الشعري أنا أقول معناه نحن معناه الشعر نقوله لا شيء يكمينا طبعا من العنف سواء الحب والأدب نعم يعني بالحب والأدب في لهما أيضا يعني هو دواء ولقد شفاء نفسي وأبرى صحمها قيل الفواري سيويك عنتر أقدمي أقدم عنتر يشفى بالحرب نعم وأنت تشفى بالحب لا لا يعني عيشة حب فيها قد صباح فخر ربما أسمعها بعد شكرا لأماء فيه أسمعنا صديقي أسمعنا على كل حال فقية إلى كل الأصدقاء وأنت الذي دائما وقد هبط يعني أرضم هذا المساف وعنده المساف أخرق هذه القصيدة شوق الحياة وفي الأهداء إلى كل المستمعين في إذاعة الحياة أقول بالحب والفن تحلو الحياة بالحب والفن نهزم الجهلة والحرب والحق والظلم وأسباب الزباة بالحب والفن نسمو بالحب والفن نسمو وتحيى الشروب الأبية والكائنات بالحب والفن ندرك معنى الوجود فنخلع ليلة تحذب ليلة تمزق ليلة الخفافيش التي سكرت من دم عربي فرات بالحب والفن نعشق كل جميل ونحلم 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 أوسع من حلمنا يا وطن فوق محل الشمس عزته وأطماع الغزاة يعني هذا يعني بالحب والفن جميل جميل رائع بديع يا شكري نعم والشعر كما تعلم في عز المجير كما تقول نزار قداني الشعر فعل رقي وحضارة بطبيعته مع الشمس ضد العتمة ومع الوردة ضد المسدس ومع الليبرادية ضد القمع ومع الحب ضد الكراهية ومع المشنوق ضد حبل المشنقة ونزار يعني يكيد يخرج عن تعريف الجاح الأصل السابق للشعر الشعر فضيلة العربي يعني إلا بتفصيل ما يعني يمكن أن نفصله ولا هو شروط في ذلك يعني الشعر خطاب يكتبه للآخرين خطاب نكتبه إلى مرسل إليه يبحث عن الشفاء وإلا طبعا تحولت الحياة إلى يعني لوحة يابسة ولماذا يعني يعني يعيد موزع البريد قصائد الشعراء إليهم يعني 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 نعم لأنهم عنوان يعني الشعب الحقيقي يعني عندما أنت ترسل لرسالة ولا تكتفها عنوان الشخص المرسل إليه يعود إليك ساعي البريد يعني يأتيك ساعيا ويقول لك هذه رسالتك ردت إذن إليك وهذا وأنه وهذا ما جعل القصيدة العربية الجميلة التي تخرج يعني من حناية الأضلع تنتهي مباشرة إلى القلب والشعر إن لم يهززك عند سماعه كما قال الشيخ الزهاوي يعني ليس جديرا أن يقال له شعر لذلك ينبغي أن ندخل إلى أحزان الناس وإلى فرحهم وأن نكون صادقين وأن نكون حاسمين أيضا لأن الناهير يعني التي تأتي للشعر لا تمنح تتصفيفها أبدا لشعر مزيف للشعر يعني يريد أن يمررها يعني هكذا يعني خلقة زقافونة كما قيل إذن لا نتستهل لحظة لأن لا نقول ذواتنا شكرا سلطاني الفريق التقني عنوان صورتك بشعر قيرواني وأنت قيرواني والهواء والحب والقلب والروح يا شكري السلطاني أيها الرأع اللذيذ نقترح عليك مقترحا غنائيا من لدنا المايسترو معز بن سعيد والمطربة نجاح الرمضاني التي شرفتنا الليلة بحضورها البهي وصوتها الشجي ومعك في الاستماع إليك ومعك شكري السلطاني ناجي العجبوني والأستاذة طبيبة الحضارة أقول نجاة الضيفاوي المقترح الغنائي ابقى معنا شكري السلطاني معز بن سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زوز سبايا واحدة في نار لخرى الشامعة ضوايا ايه 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 وانا داقي لسلنجا ايه 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 يحكوا بالسرجة نصبين اخيار فالنادي عي وشرايا في هاكي النهار عرضوني زوز صغايا وحدة في نار لخرى الشمعة ضاوية هاكي النهار وآآآآآآآ وانداخل الزنقا أهآآآآآآآآآ حتيتيدي علي الحلقا أهآآآآآآآآآآآآه هنلقاهم يحكوا بسرقة نصدين خيار فالنادي عي وشرايا هاكي النهار عرضوني زوز سبايا وحدة في نار الاخرى شمع يا ظاوايا هاكي النهار محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى واختبني محلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى واختبني طويل الجن اه يا جمح اللون مال غيرك حد جلبي بك مفتون يا طويل الجن اه يا جمح اللون مال غيرك حد جلبي بك مفتون يا طويل الجن اه يا جمح اللون والله عاجبني محلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك كيف ما اشوف العين كيف ما اشوف العين امتا زين الزين كيف ما اشوف العين وانت زين الزين أنا زيت نوح قلبي والله عاجبني محلى قدك محلى قدك والله عاجبني محلى قدك محلى قدك تعالى وخبوكي تصفيقة كبيرة 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 بكيرا أحمد المخلوفي تصفيقة كبيرة على المزموعة شكرا جزيلا إذا أجوائنا مستمعين الأفضل في رواق الحياة سهرة الفن والفكر والجمال معنا ضيوف الأستوديو أذكر بضيوفي الشاعر نجيل العجبون الأستاذ نجات الضفاوية المطربة نجاحة رمضانية الماسترو معز بن شعيد ومعنا عبر الهاتف الصديق الشاعر الشكري السلطاني تواصلوا تسمعونا على مواج 98.9 بلاتين أفام في تونس الكبرى 90.3 الحياة أفام وتابعوا الحياة أفام على لايف ستريمينج الحياة أفام بوان نت وتابعونا على القط الهاتف في الموضوع لذنتكم 70.35 أمية وعشرين شكر موصول ديمة للفريق التقني ومؤمنية المكالمات الهاتفية سيف الدينب والعراس أحمد المخلوفي سندس الجافسي من تونس عام محمد عز مصباح ومعتز كامل فاصل غنائي ثم نعود ابقوا معنا مازالت الصهرة متواصلة معكم في رواق الحياة من إذاعة الحياة ترجمة نانسي قنقر